أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 17 شباط فبراير القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و42 دقيقة من صباح اليوم الخميس 17 شباط عشر واحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة الساعة 2 بتوقيت جرينج القمر ما زال موجود في برج الأسد عشان هيك من الآن لغاية ساعة تقريبا منتصف الليل هي ما قبل منتصف الليل ولكن احنا نقول لمنتصف الليل عساسا تكون الأثر كلها أعطت إيجابيتها فبيظل التأثير أن الناس من حولنا بيكونوا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة برضو مع الحبيب وبوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا في هاي الفترة اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اقتران منتزجة ذكرناها مبرع يعني يوم أمس كان أوجها في حلقة يوم الأربعة طبعا هاي الزاوية رح تتكرر كمان مرة رح يصير في الها أوج ثاني يوم ستة ثلاثة طبعا منتزجة يعني خليط ما بين السعود والنحوسة في نفس الوقت وهي زاوية ما بين الزهرة وبين المريخ فعشان هيك هاي تأثيرات بتستمر لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة من إيجابياتها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية النجحة وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية البطيئة التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ما رح تتشكل طبعا في زاوية وخلو المسار ذكرناهم يوم أمس برضو رح نذكرهم اليوم لأنه من ضمن حلقة اليوم وقت التأثير تاعهم وخصوصا أنه الآن لو نظرتوا للقمر اللي عندهم الدنيا مساء بيشوفوا أنه القمر مكتمل لأنه زاوية التقابل الإيجابية بين القمر وبين الشمس رح تكون الساعة أربعة وست وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد بث الحلقة تقريبا بثلاث ساعات فهاي بتدل على أنه القمر مكتمل الآن فهاي بتخلق أو بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأبكار طبعا هي بتعطي نوع من أنواع الإيجابية برضو أنه منقدر نضبط علاقاتنا ونضبط اللي هو التوازن العاطفي عنا في هاي الفترة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار سلبي بيبدأ في تمام الساعة أربعة وست وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني إلى غاية الساعة 11 إلا ربع بتوقيت الأردن بيكون القمر انتقل وصار في برج العذرة هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين الإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا أنه الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش في القمر بيكون انتقل واستقر في برج العذراء عشان هيك منعود الآن لطبيعتنا الجادة بننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما بنترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفاء توهم أمراض ما إلها أي وجود وهي أفضل فترة للتخلص من عدد سيئة مثل التدخين أو شرب الكحول أو المهدئات في هاي الفترة بوسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء ووظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل ما بعد خلو المسار فهي من منتصف اللي لغاية ساعات المساء مساء يوم الخميس ما في زوايا فعشان هيك بيكون القمر تقريبا منسميه محترق فعشان هيك بيكون سلبي لحد ما تتولش تتشكل بعض الزوايا اللي هي تبدأ في ساعات العصر أول زاوية راح تتشكل غروتها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام ساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينيش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام ساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا هاي الزاويتين تقريبا من ساعات العصر بتبلش تأثيراتها طبعا هاي الزاوية لأنها زاوية إيجابية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية طبعا من الآن موعد بث الحلقة من الساعة ثنتين بتوقيت جرينيش لغاية منتصف الليل القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الضهر الجانبان بعد منتصف الليل طبعا القمر لما بيكون انتقل للعذراء فهنا أكثر الأعضاء اللي بتكون أكثر حساسية اللي هي البنكرياس الأعضاء الدقيقة المصران الأعور أو الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين فعشان هيك هاي الأعضاء أصبحت أكثر حساسية واللي لازم انه نوفرلها عنايه إضافية من منتصف الليل لغاية مساء يوم الخميس بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية بما أنه ما في زوايا حدي ولكن في خلق مسار فمن ساعات مساء الأربعة على الخميس بتكون الفترة هاي لأنه خلق مسار منقول لو كان في تأجيل إلا للعمليات الضرورية ما في أي مشاكل من بعد منتصف الليل الأمور ممتازة جدا ما في أي تأثيرات سلبية بالنسبة لليوم طبعا من يوم الخميس يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الشعر المزعج أما بالنسبة لعمليات التجميل فهي مناسبة مثل الحقن والجراحة بالنسبة لعمليات التجميل لقص الشعر برضو مناسب للقص الطبيعي أو الصبغ أو القص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا ما في أي مشاكل اليوم الأجواء جيدة لهذا الأمر وبرضو تعطي نوع من أنواع الإيجابية باللقاح وأثاره بتكون قليلة جدا يعني اللي بشعر في بعض الأعراض يأخذ برستمول أو بندول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العذراء كله المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 18-2 بيبدأ في تمام الساعة 11-19 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم السبت 19-2 طبعا لساعة الصباح الباخر اللي هو لساعة 53 دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا انحسار المكتمل لأنه بما أنه رح يكتمل الليلة فمع ساعات الصباح بيبلش يعني يقل فعشان هي كيف يسميه انحسار المكتمل يوم الخميس عمره 17 يوم في تمام ساعة 4 وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة 95% لأنه بلش يتناقص الآن أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 طبعا هو منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 15% القمر الآن في برج الأسد ولكن من ساعات منتصف الليل بيصير في العذراء ورح يمكث في العذراء لغاية يوم 19-2 هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 50% بالنسبة العطارد في الدلو حتى يوم 10-3 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورنفس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن ولغاية منتصف الليل بتظل الطاقة إيجابية عندكم الحظوظة بتدعمكم وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معاهم وهذه فترة مثمرة وإيجابية يعني الإيجابية بكل المساعي ولكن الأهم إنه بالفترة هيا بيكون في خلق على أحد الأحبة أو برضو في نفس اللحظة بعض موليد الحمل ما يحاولوا فرض سلطتهم وسيطرتهم على أحباهم طبعا من ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيتك السادس اللي هو في العذراء فعشان هيك بصير هذا بيت الصحة وبيت العمل فبتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وبرضو ممكن في هاي الفترة تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال وبتتراكم الأعمال أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها فعشان هيك تنظيم الوقت هو اللي بصير ضروري في خلال فترة يوم الخميس وخلوا علاقاتكم مع زملائكم جيدة وما في ضرر إنك تطلب المساعدة من أحد الزملاء برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الرابع لأيكم من الآن لو غاية منتصف الليل فبتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتاخذ القسط الأكبر من تفكيركم يعني يا إما لقاءة عائلية يا إما مسؤوليات تصليحات ترميمات أو أمور إلا علاقة بالنقاشات والمناسبات طبعا هذه الأمور بتظل لغاية ساعات منتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وخلال نهار يوم الخميس الأجواء بتتغير بشكل قوي جدا وبتدعمكم بقوة إيجابية حضوط دعم عاطفيا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفيراجات وتطمينات ورمانسيات الأجواء على كل الأصعاد بتكون ممتازة جدا إن كان عاطفيا أو هواية تغيير جو تجميل بكل الأمور لصالحكم برج الجوزة برج الجوزة يعني الأجواء جيدة وإيجابية ولكن بتكون تحضروا أثناء قيادتكم للسيارات على الشوارع المفتوحة أو أثناء تنقلاتكم وحركتكم وخلي حواراتك واضحة وحاول تضبط عصبيتك لأنه شوي الأجواء بتكون عدائية من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء طبعا تتغير تماما لأنه القمر رح يصير في البيت الرابع اللي هو بيت البيت والعائلة وهي زاوية تربيع مع برجك يعني شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط فممكن اليوم تعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية واللقاءات الاجتماعية أو يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يكون ملفت للانتباه أو لإهتمامك أكثر في هذه الفترة عشان هيك حاول أنك تكون على قدر المسؤولية وما تتقاعس بخصوص الأمور العائلية برج السرطان بنظل الأجواء من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل تحمل بعض الفرص أو المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا أو من هاي الأمور طبعاً بده يجتهد الواحد عشان يحصل الأمور ولكن لأنه في خلوم مسار فهنا بتكون تحضروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة أو بعض المصاريف اللي ما إلها داعي وانتبهوا على أموالكم من السرقة والضايع من ساعة ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث عشان هيك هذا بيت بعزز حليف لإلكم بعزز أمور إلها علاقة بالنشاط والحيوية السفر، الاتصالات، الحوارات، النقاشات كل الأمور هاي بتكون ظاهرة وانت عندك سرعة بديهة ونشاط عالي جداً فهذا الشيء بيدعمك أكثر وأكثر وبيعزز من تواجدك في محيطك فبينفعك على مستوى العمل والترويج وتقديم الطلبات أو الرسائل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر موجود عندكم في بيتكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيكي بتظل الأجواء إيجابية فترى أفضل من الأيام الماضية كمان اليوم تعطيكم نشاط أكثر بوسع كل مبادرة بخطوة جديدة اليوم ممكن تدعين مركزكم الاجتماعي أو تعملوا أي تغيير على نفسيتكم أو على طباعكم أو على حتى الشكل كتجميل أو لباس هندام تغيير الأجواء تعزيز العلاقات مع الأحبة كلها هاي ممتازة أما النقطة السلبية اللي هي العصبية والحدية وسرعة الانفعال من الآن لغاية منتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتصير الأمور إلها علاقة بالوضع المالي اهتمام بمصاريف ودفعات بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقاء من الضياع من المحتالين من المصاريف اللي ماء الهداعي طبعا معظم المكاسب اللي بتيجي بالفترة هاي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وانت اليوم تتمتع بخدرة عالي جدا على قلب المعطيات لصالحة برج العذرة بالنسبة للقمر طبعا موجود في بيت المتاعب ما زال من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك بتجدوا أنه التعب والقلق والحيرة والعصبية والانتقاد وسوء التفاهم عدم قدرة إيصال المعلومة هاي كلها هي الأمور اللي بتكون ظاهرة على الساحة فعشان هيك بتكون تحاولوا أنك تنظموا أموركم تحافظوا على صبركم تحاولوا أنك تتعاملوا مع الغير بهدوء تخلي كلامك واضح حاول أنك برضو ما تتخذ قرارات حاسمة من الآن لغاية منتصف الليل لأنه في خلوق مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل وصير عندكم وطيلة النهار فهنا أنتم بتمتلقوا نشاط حيوية وهذا الإشي بعوض الأيام الماضي ورح تقلب بعض الخيارات والتوجهات لأشياء بتناسب وضعك وبتتمتعوا بقدرة حالي جدا أنك تغيروا كل الأشياء اللي بتصير لأشياء لصالحكم أو أشياء بتكون معكم فعشان هيك أجل كل شيء ظهوري لبعد منتصف الليل برج الميزان بالنسبة لما أريد برج الميزان طبعا الآن بلش في نوع من أنواع الضغط عليكم لأنه القمر بتجي أو قاقتار بحل الانتقال لبيت متاعب ولكن بظل الاتصالات والنشاط الاجتماعي والحوارات كلها هاي هي اللي ظهر من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ولكن ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين صديق أو يوصلك معلومة شوي يعني تلفت انتباهك منك أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة من الآن لغاية منتصف الليل ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يوصل ويدخل لبيت المتاعب فرح تدخل فترة غير مريحة يلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولكم ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بتجدوا كثير من الأمور بتتعطل أو بتتأجل أولي بوعدكم بهاي الفترة بشيء اعرف إنه هو ما رح يوفي بوعده برج العقرب من الآن لغاية منتصف الليل بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل في مجال السمعة صحيح الأجواء ضاغطة شوي شوي الأمور لأن هذا بيت السمعة بتطلب منكم تحافظوا على سمعتكم وعلى علاقتكم وعلاقاتكم الاجتماعية وبظل الجو مناسب من الآن لمنتصف الليل طبعا دون فترة خلو المسار لا الأشخاص اللي بدهم يقدموا سيفي أو يعملوا مقابلات إلا إذا كان الموعد يعني انثبت ما قبل خلو المسار فما في مشكلة على هذا الموضوع أهم شي ضبط العصاب بعيد عن المشاكل والحوارات والنقاشات مخالفة القوانين لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح ينتقل لبيت علاقاتك الاجتماعية وبيت الأصدقاء فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة أو يعززوا علاقاتهم مع أصدقائهم فالأجواء بتصير إيجابية وداعمة اجتماعيا ومن خلالها بتستفيد استفادة كبيرة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الآن القمر موجود في البيت التاسع لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك بظل الأمور اللي العلاقة بالاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور السفر أو الاتصالات الحوارات الامتحانات الرغبة والتقرب من الأحبة تعزيز العلاقة مع الأحبة النقاش الحوار كلها هاي أمور ممتازة جدا بتظلها لساعة منتصف الليل ولكن الأهم أنكم تنتبهوا على حالكم أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة وأثناء حركتكم اللي عنده امتحان في فترة خلو المسار بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فعشان هيك أكثر شيء رح يشغلكم هو محافظتكم على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية الدافع عن حق لإلكم أو عن حالكم اتبين وجهة نظركم اتدع معلاقاتكم مع المسؤولين أو في نطاق عملكم وهذه فترة ممتازة ولكن دون عصبية دون حوارات ونقاشات دون مخالفة القوانين يعني ابعد عن أي شيء بشوه السمعة تخليك بالأشياء اللي بتعزز سمعتك وممكن تجيب لك تكريم أو ترفيع برج الجديد طبعا القمر ما زال في البيت الثامن عشان هيك اهتمامكم كله رح يكون على الأموال المشتركة من الآن لغاية ساعة المساء ولكن حاولوا قدر الإمكان أرغم أنه فيه فرص لمكاسب تيجن شراكي أو تعويض ولكن حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن المصاريف الزائدة ممكن تظهر بعض الأمور العائلية أو البيتية تلفت انتباهك حاول ما تتخذ قرارات حاسمة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل في هاي الفترة ما بيناسب للخلاف ولا الزعل وهي الأمور والمشاكل من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير تماما لصالحك عشان هيك بأمور السفر ممكن تبعضكم ينشط في السفر أو اتصالات أو معاملات سفر أو اتصالات بعيدة أو تواصل مع أجانب امتحانات وأهم شيء الأمور اللي إلها علاقة بقيادة السيارة أو الأمتعة تتفقدوها بشكل جيد أثناء تنقلاتكم خوفا من النسيان أو خوفا من بعض السوء التفاهم فعشان هيك الأجواء إيجابية ودعمة ولكن بدك تركز لأنه كثرة الأمور ممكن تشتت الفكرة عندك ولكن إجمالا أنت مقبل على أيام إيجابية جدا من يوم لغاية صباح يوم السبت فبدك تستغلها بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما من الآن لغاية ساعات منتصف الليل فهذا بعزز رغبتكم في التقرب من أحبائكم أو شركائكم شركاء المال والحاطفة وهاي فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر ولكن لا تتخذ قرارات فيصلي في هذه الفترة لأن القمر مقابلك تماما طاقتك ضعيفة وأنت تركيزك مش قوي فعشان هيك يحاول أنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك الجو لا للتوتر ولا للجدال ولا للمشاكل من الآن لغاية منتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن وهذا البيت هو علاقة بالأموال المشتركة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي إلها علاقة ببنك بضريبة بتأمين بميرات أي أمور مالية بتكون بينك وبين شخص حتى البنك أموال المشتركة فعشان هيك اهتمامكم كله رح يكون على هاي الأمور انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وحاولوا أنكم ما تلتهوا بأمور ثانوية الفترة هاي فيها أشياء إيجابية مالية أو ممكن رتبوا وضع مالي معين بشكل إيجابي لصالحكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود في البيت السادس اللي بيراكم بعض الأعمال أو بيضغطكم في مكان العمل بيسبب لكم بعض المشاكل ما بينك وبينزو ملاكو أو بعض الأخطاء في إنجاز بعض الأعمال اللي لإلكم عشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد وتحاولوا تنجزوا أعمالكم دون اتخاذ قرارات حاسمة من الآن لغاية منتصف الليل وبرضو في نفس اللحظة حتى بعد انتقال القمر بالضلطة فتكون ضعيفة على المستوى الصحي فتكون تنتبهوا على صحتكم بشكل جيد من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل وصير مقابلكم تماما في البيت السابع فهنا ترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الأزواج أو مع شركاء الأعمال أو توطيد العلاقة أو المصالحة أو التراجع عن قرارات سابقة طبعا طيلت اليوم ولكن تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة حذروا من الخلافات حاولوا ما تضخموا الأمور ابعدوا عن المشاكل والعصبية قدر الإمكان لأنه في كثير من الأمور ممكن تستفزك اليوم وانت طاقتك ضعيفة فبتسبب لك بعض ردات الفعل حاول تضبط أعصابك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر